رجعاني نتواصل معاكم برنامج شباب قول و فعل قلنا رباليون و خلونا كلنا نكون مختلفين و خلووا اللمبة اللي بروسنا تولع و اللي فوق روسنا تولع و تتحب مثل ما يقولون علامة الاستفاهم و علامة التعجب لذلك خلونا نعرف شنو لامب إفنتس سلوشنز و خلونا انتبحر مع الدكتور زياد أمان صاحب فكرة لامب إفنتس سلوشنز عشان نعرف عن هذه الفكرة أكثر وأكثر دكتور زياد حياك الله معانا الله بالخير يا هلا والله أخوي طبعا من نورنا و مشرفنا و ما شاء الله الهالة الجميلة والأورا الحلوة ياية و سابقتها لمبة من النور ولا أروع مثل ما يقولون ما شاء الله الله أعطيك العافية هذا نورك و يعني ما شاء الله تقديمك الممتاز و طلتك و هالتك يسلمك و خليك طبعا احنا كلنا نعمل في خانة الاجتياط حتى الفنع عشان هذا البلد و عشان مثل ما يقولون وجه الله و رفعة الناس اللي أأمنت فينا لو نقول بالأول شنو هي شركة لامب إيفنتس انزين سلوشنز منوانية الفكرة شنو أنشأتها لامب إيفنتس الاسم بروحة ريبالين مختلفة بسم الله الرحمن الرحيم أول شي أنا لا يسعني إلا أني أشكركم وايد على استضافتكم الكريمة لي هذا يدل طبعا على أن ماشاء الله برنامج شباب قوله فعل برنامج يعني صادق في يعني مثل ما نقول بحثه عن المواهب اليديدة و بحثه عن الجديد و بحثه عن الرباليونز بالأفكار حبيت الكلمة؟ أكيد طبعا بس كنت خايفة قولها قبل يعني نحن نخاف نقولها هلان تهاجة بس نقولها على التفزيون الرسمي فعطيتونا الأمان و بالأكس يعني ياتكم العافية سلمك و خليك هذا طبعا يدل أن برنامجكم طبعا له قائدة كبيرة و برنامج ما شاء الله ممتع حتى بالأفكار اللي قاعد يطرحها و روح الشبابية الحلوة طبعا أنت و شباب ما شاء الله احنا خلاص يعني بس احنا قاعد نبلش نحن في غمار منتصف العمر مثل ما يقولون بس الواحد يتزهلق شوية حق التلفزيون لا لا أنت و الخير البركة إن شاء الله خلوك البركة فيك و صراحة يعني فرحة غامرة بأن تلفزيون ديرتي تلفزيون الرسمي قاعد يقدمنا و مهتم في النشاطات اللي أي شاب ممكن يبادر فيها هذا بيّن أنه فيه صدق و أعطانا تشجيع كبير صراحة لما نقول جول و فعل يا أخوك ترجد و للأمان نحن نكصدها و هذا يمكن مثل ما أنت قلت فيه شفافية و مصداقية بالبرنامج ما يقعد على كراسين إلا الشخص اللي يكون جول و فعل لامب سلوشنز أنا الآن و لأت اللمبة عندي و أبيعرف لامب سلوشنز شلون انشأتوها من ونية الفكرة؟ الفكرة أن شركة تنظيم معارض مؤتمرات جارة الآن عندنا أن تنظيم معارض مؤتمرات بالكويت يعني في قطاعات معينة معروفة يعني صحيح عقار و السيارات و لا الرخصة نفسها تنظيم معارض مؤتمرات لكن النية الداخلية هي نية ثورية و نية إفلوشنري يعني نية الإفنس اللي نسويها حاطين بباننا إن شاء الله و عندنا أهداف نبي نحققها و عندنا رسالة نبي نقولها بس بأدواتنا الأدوات اللي تنقال فيها ما نقدر يعني نخرج عن الإطار المحدد لنا بالمجتمع لكن أن نقدر نقولها عن طريق إفنت و عن طريق فعاليات أو مؤتمرات أو محاضرات أو دورات أو حفلات تتشين تقول كلمة معينة و تقول الرسالة معينة و تطرح قضية معينة و تعطي الحل و طبعا كل هذا يصير في خضم يعني الفعاليات و في إطار فعاليات كلهم على حدة على حسب الفكرة نفسها يعني كل فعالية خلنا نقول يا أخوي زياد لها منظومة معينة لها ثيمة معينة تحمل فلسفة داخلية مو مجرد تعالى تعالى أعرض الأكل اللي عندك و لا أعرض السياير اللي عندك أو حط مثل ما يقولون بضاعتك و خلصتها ربح بالضبط بضبط إحنا يعني مهم جدا أن الربح مهم جدا أكيد و على كل واحد يعني عليه بالآفية طبعا و عاش الله يرزق الكل لكن الاختلاف في لامب إفنت سولوشنز أن لا فيه فكرة و فيه شيء يطرح و فيه مو بس رسالة فيه هدف لتطوير لتطوير وتنمية ما يخالف إحنا و نعم في الناس كلها لكن تطوير و أولهم أنا و أولهم إحنا الشركة تطوير بداية من الطفل الفرد الأسرة و المجتمع يعني عندكم فيجن و ميشن عندكم أهداف محددة و عندكم رؤية لو نتكلم عن الفيجن و الميشن يمكن قلت لنا شوية من الفيجن مالتكم اللي تشوفونها لبعيد لكن لو أسئلك و أطلبك إياها طلبا أنك تعطيني إياها حافة الفيجن مالت لامب سولوشنز إفنتس والميشن مالت لامب سولوشن إفنتس و الشركات اللي ما عندها فيجن و ميشن مثل ما يقولون ترى ما هي شيء صعب تنجح وتكمل صعب تكمل الفيجن يعني من فكرة كلمة لامب إحنا عارفين كلمة لامب أو رمز اللمبة دائما يرمز إلى الفكرة الفكرة صراحة إحنا بالشركة أو مفهومنا إحنا كشباب حاولنا أو يعني عندنا خلفية أن نعيد بعد يديد أتوقع كان غايب شوي عن أذهان ناس يمكن أن نحن بعد إن اللمبة رمز للفكرة صحيح زائد رمز للمعلومة للعلم والعلم هو نور العلم نور ففيه يعني الرؤية أن الفكرة مو بس فكرة بدون هدف مو بس للإنترتيمنت لا مهم جدا في ضوء هذا المجتمع والعالم القاسي جدا من كم المعلومات الموجودة وكمل معلومات الداشة والطالة بالدفايسز وبالإنترنت واللي حتى أولادنا ما نقدر نتحكم في دخول المعلومات شونه هي المعلومة المهمة؟ شون أستخلص المعلومة اللي تفيدني؟ شون أستخلص المعلومة اللي تفيد أهلي ووطني وديني؟ شون أستخلص؟ شلون أطبق المعلومة؟ العلم والمعرفة؟ فهذه الرؤية الأفكار الخلاقة والمعرفة حلو، هذه الفيجن والميشل ما شاء الله يعني ولا أروع لما الواحد يكون محدد أهدافه أمامه يمكن عندنا سؤال على الأوتو كو طالو عندنا اللي هي شنو تختص شركة لامب سلوشنز من خلال الحوار نحن دارينه بشنو تختص لامب سلوشنز لكن دعنا نأخذها عمليا على أرض الواقع عييتك و قلت لك يا أخوي أنا عندي إفنت معين مثلا إفنت إبداعي أبي أثبت على عياتي الانتربرونورز الصغار صغار المستثمرين شونه ممكن تعطيني فكرة خلاقة تميزني وتميز لامب إفنت ويميز الكلابوريشن أو خلاني أقول الاجتماع هذا اللي بينه عن باجي الشركات اللي ممكن تقدم لي أي دعاية إعلانية من خلال أي إفنت معين أو أي انتفاهم الإفنتات اللي تصير المعارض أو غيره أبي شي مختلف شونه ممكن نخلق على أرض الواقع بداية إذا يعني أنتربرونور يعين نتكلم و يعين نتكلم مبادرة رح تكون أول شي قاعدة حميمية جدا أهم شي ثاني شي تحب تدعم غيرك ما سمع تحب تدعم غيرك و عشان يدعمني الله عشان غير يدعمني هذا الكلام ببساطة يعني ترى فيها يعني هي السالفة ما هي إحنا ملائكة و نحب الخير و أوكي إحنا تعامل بحرفية هي الحرفية أن أنت تكون صادق مع الشخص الجدامك بفيدك وتفيدني مع احترامي لك وتشجيع لك و على فكرة إذا ما أنا مقتنع بفكرتك و ما أنا مقتنع بفكرتك و ما أنا مقتنع بشغلك ما حاجل أشتغل وياك إي أنا آسف ما أتوقع أننا رح ننجح ببساطة مقتنع و بالأكس أنت مبدع أنا مبدع نحاول نحن نقعد مع بعض و بدلا ما تكون أنت إنترنور أو أنت صاحب بزنس سياي تابي مني أنا ضمنك معرض لا خلنا نصير شراكة خلنا نصير رب حبائب إخوان شراكة رب حبائب إي و اللي كوي هالكبر رح ندور و نلفحك بعض مرة ثانية صحيح و صاحبك رح ييني أنا مرة ثانية فيدني و أنا رح أفيد صاحبك و أنت رح تفيد صاحبي فبالأكس هذا يكون خالق جو من النشاط الاجتماعي أو النشاط المجتمعي البناء و المنتج الشباب محتاجين هالفكرة هذه الشباب محتاجين هالنوع من الخذ و عط و بزنس بزنس بنفس الوقت و بالكويتي مثل ما يقولون مستسقينها من عاداتنا و تغاليدنا و أيضا المثال القديم يقول لك الحي يحيك و الميت يزيدك غبن صحيح فشيء جميل لما يصير فيه كلابرايشن أو تعاون ما بين الأفكار الخلاقة الشباب و غيره هذي من ناحية تنظيم المعارض عندكم خلنا نقول سكتر أو بارت ممكن تقدمون سيرفسز ممكن تسوون لايف ستايل طريقة حياة معينة لأي شخص محتاجها صاحب شركة صاحبة صالون صاحب خلنا نقول مكتب سياير يبي يحدد هدف معين و خليكم أنت و تمشونا على هذا الهدف عشان يمشي إلى الخطوة اللي ينجح فيها طبعا يعني أنت أخي هاشم اللي قاعد تكلم فيه فيه ناس مختصين فيه انتربنورشب شركات للمبادرة يعني حدنا أسامي حتى يعني فطاح الماشاء الله عليهم ممتازين و بس على مستوى الكويت بس بما أشعره جديدة أجمل أكيد طبعا والنعم لأن الموجودين ترى يا شباب يعني ماشاء الله وبعدين مبدعين وبالكويت و على مستوى الخليج وأتوقع أوسع يعني والنعم فيهم بس مثل ما قلت لك أنا أنا نحد بالرخصة بالترخيص جدامزات تجاوز يحدك في خطأ عمل معينة في النشاط في النشاط في النشاط فأقدر أنا أتواصل مع الكل و نقدر نعطي الأفكار و نقدر نقعد مع بعض و نعطي الخطط العمل و نقدر نعطي feasibility studies اللي هي دراسات جدوى ممكن نتكلم عن المسار اللي شايفين يا جماعة ترى فيه خطة تسويق حاضرين و نتكلم فيها يعني هذه مثل ما نقول فوق البيع لأن تطلع بره من نشاطي أنا صحيح ما أقدر أن أنا أخالف ممكن ممكن تكون من الخاطر للخاطر صحيح صحيح نزل لو نتكلم عن شغلة ثانية أبي أتكلم عن أكثر أشياء تفتخر فيها إنجازات سويتها أنت في لامب سولوشنز إيفنت نزين أهداف حققتها من يوم سويت هذه خلنا نقول ما نبن نقول شركة كثرة ما هي مشروع شبابي جميل كويتي شنو هم إنجازاتك اللي أنت حققتها والله أنا ما أقدر أتكلم الحين لأن إنجازة إن شاء الله ياية و إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله ياية و عيد أو يعني بالتواصل أو بالتناغم على متوازي متوازي بالتوازي مع التجين خمس محاضرات لناس رواد في مجالها كل محور من هل أو كل محاضر من هل محاضرات تمثل قيمنا حلو بالشركة الله إذا تابعنا نتكلم عنها شوية زياد نتكلم عن القيم أفعلك دكتور زياد أنت وتمونون على الرقبة وتمونون على أعظام الرقبة فأبي تتكلمني عن القيم الجميلة التي تضعينها أول محاضرة أو أول قيمة هي أهم واحدة بنسبة لي طبعا أنا شخصيا لأن أنا أحب استثمر و أحب استثمر باللي أنا بقولها أول محاضرة هي الطفل والأسرة الله رح تلقيها إن شاء الله أستاذة ميم مرزوق أستاذة تربوية فاضلة و صاحبة لكن تحية صاحبة محييها و صاحبة مشروع و حضانة أكاديمية المعارف المحاضرة الثانية هي التدريب والاستدامة لماذا نظن نتدرب و لماذا يجب أن يكون التدريب مستمرا إنما نهاية ما يعني نفتخر طبعا بس ما نكتفي بالشهادة و نعلقها صحيح رح يلقيها إن شاء الله الدكتور مدرب محمد أفيف القرفان أخ عزيز و ريال هم ما شاء الله سليبرتي نجم في مجاله صحيح مدرب قدير المحاضرة الثالثة رح تكون بعنوان المؤتمرات تنظيم المؤتمرات و التمييز الأكاديمي الله بإلقاء الدكتور ميثم خاجة الدكتور بكلية صيدلة أستاذ مشارك بكلية صيدلة بقسم فرماكولوجي قاعد يشرح أوكي نحن قاعد نسوي مؤتمرات بالبلدي نحن قاعد نسوي مؤتمرات لكن المؤتمرات هذه كيف نقدر نطبقها بأرض الواقع تفيد المجتمع الأكاديمي الكويتي أيوة لذلك يمكن أن أسوي بوز دكتور زيادو أبي أقول شغلة من خلال التلفزيون التي هي عندنا مؤتمرات وايد و قاعدين نمثل الكويت بكثير من المؤتمرات الحمد لله رب العظيم مذيع مسيرة العلامية هل كبر لكن مثلت الكويت في الأمم المتحدة هذا حمل لكن نحمل من نوع المشرف أنا لا مدحت نفسي إلا عشان أجي أضربها لأن أبعط المثال على نفسي يمكن أنا سقلت نفسي بنفسي يمكن دكتور زياد سقل نفسه بنفسه لكن الآن في 2015 من خلال برنامج التنمية نحتاج لهذا البلد تنمية تنموية مستدامة صحيحة حتى من خلال المبعوثين للمؤتمرات ما نبي مجاملة يا جماعة ترى الكويت حلوة نبي يروح مؤتمر يشرفنا ما يطق البدلة ويقعد وهو على اساس البوكت موني اللي ما يعطينا إياه وهذا الكويت تستاهل كل خير منه إذا ما كان عنده منطوق سليم وصحيح أكاديمي ما رح ينفعنا إحنا نعطيك بوكت موني برنامج شباب قول وفعل لكن نقعد ببيتكم وخلي الدماء الجديدة تروح عشان تبدع من خلال الأشياء اللي إلى الآن ما صرختها موجودة بصدرها الرد نشيل الفوز لا يعني ما شاء الله بالأكس إذا كذي يعطنا فوزات وائد يعني تثلت صدرنا بلحتي عساك على القوة صحي كلامك اللي ما عنده شي قدمه خلي حاول أكثر خلي حاول أكثر خلي حاول أكثر خلي ماشي خلي يدش وياخذ غمار المحاولة لكن يعني إذا ما لقى نفسه قادر أنه ينافس مو الكويتين ولا ينافس على المستوى المنطقة ينافس في العالم يقدم شي حق العالم دكتور ميثم خاجلانا قاعد أكلمك عنه صديق عزيز وزميل كان أول كويت خريط صيدلة جامعة الكويت يدرس ويكمل بكندا ويسألوه وقال لوله أنت وهم بترد يعني يعني خليك يعني قاعد ليش يعني بتروح ويسألوه أنت أنت مستقبلك في كندا وأنت مستقبلك في الأبحاث العلمية التي نقدرها ويقول لهم أنا بفيد بلدي هذا النموذج الذي نحن نبيه هذا النموذج الذي نحن نبيه مانا بالستريوتايب العادي الذي تعودنا عليه صحيح مانا بالشهادة لأجل اسمها مانا بالشهادة لأجل ورح نسأل ونشوف شون سالفت المبادرات بينهم بين وزارة شباب فاصل رجعنا نتواصل معكم مرة ثانية ببرنامج شباب قول وفعل يمكن وصلنا عند القيم الخمسة الجميلة اللي كراح يكلمنا فيها دكتور زياد أمان من بعد هذا الفاصل الجميل نقول لك يا أخوي كل الهوالك وكمل لنا أتصور آخر قيمتين باقينا وثلاثة قيمتين إن شاء الله احنا تكلمنا عن الإطافة وقفنا عند دكتور ميتم خاجة إن شاء الله فيه بهم محاضرة رح تكون اسمها الرياضة نمط حياة يقدمها الكوتش أبدالله العواضي توقع أهم يعني زاركم هنا مراتين سرع الأمانة فماشاء الله هم نجم من جوم التحفيز لأنه مدرب رياضة بدنية ولياقة بدنية وذهنية بنفس الوقت صحيح وآخر محور وآخر قيمة عندنا بلامب إفنت سولوشنز وآخر محاضرة رح يلقيها إن شاء الله أخوي أستاذنا المهندس حمود العودة الله اسمها الإبداع وعاد خذوا خل خذوا خلوا يا أخيين مفهل إيه الإبداع عاد رح نتكلم طبعا رح ندش بكل المجالات إن شاء الله هذين الخمسة رح تصير هي القيم اللي نشتغل عليها في لامب إفنت سولوشنز بالمستقبل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشوف بعض صوركم دكتور زياد من خلال تو بوكس اللي عندنا هذين من الخدمات هذين من الخدمات اللي نقدمها نحن مو بس تنظيم معارضة نحن هم نقدم البوث يعني نحن نسوي البوثات بطريقة يعني مرقية فيها بداعش طبيعي لازم لازم يعني مثلا هذا عبارة عن قفل كان حق الشركة كانت تبيق قفل على الشعر وطريقة معينة رمزا لقوة الشعر وهذا سوينا القفل هنا وعلى الفكر كل شيء ما شاء الله موجود بالكويت كل شيء موجود كلها بأيادة كويتية ومخلال إبداع وتفكير يعني الورج بس طبعا الفكر والإبداع ويعني الكويتي والإدارة الكويتية بس طبعا حزتها ما كنا نقدر نعلن أن توا كان ترخيص موجود بس الحين الحمد لله والله كمشروع شبابي كويتي أقول هالكويتية على شعربي تستاهلون من غير ترخيص ومع ترخيص أقول شاغلة بس يا بأدراسي دكتور زياد وزارة الشباب افتحت باب جميل للتعاون اللي هو باب المبادرات عندك فكرة عندك شيء حتى لو متعلق بشيء بسيط مثل السوشال ميديا ممكن تروح لك وزارة الشباب وتقدمه كمبادرة مفيدة لهذا البلد هل صار في تعاون بينكم بين وزارة الشباب وش رايكم بالمبادرات اللي قاعد تقدمها وزارة الشباب والله يعني وزارة الشباب والشيخ سلمان الحمود يعني معالي الوزير الشيخ سلمان الحمود ووكيلة الشيخة الزين ما شاء الله يعني هم أثلجة وصدر للشباب ما شاء الله باحتضانهم للشباب وسمعهم لهم وفتح صدورهم لهم ويعني فتح مكاتبهم واستقبالهم لأي أفكار تطرح صحيح ويقدرون يتبنونها ما شاء الله عليهم وطبعا شيء ممتاز وهم يعني بريق أمل ان شاء الله نقدر نحاول نغير ونحس انه في قرب من يعني هذا القرب الحاكم المحكم صحيح القرب هذا يذيب كثير من الجليد إذا تقدر تسميه إذا يصح القول يعني وبنفس الوقت يعطي أمل للشباب لأنه أنت تتبي الأمل للشباب أهم شيء أن أهم اللي يحسون أنه فيه أنه والله اللي أنا بادرت فيه الفكرة اللي أنا فكرت فيها قعد ما وجهاز جهاز من أجهزة الدولة يعني يدعمها وقعد يعني يترجمها على الأرض الواقع فهذا أمل كبير يعني أكيد تعاون رسمي للحين أتشرف طبعا فكرة موجودة ممكن إذا كانت شيء مفيد يعني أكيد إن شاء الله بالإفنت الياية إن شاء الله بالفعاليات الياية هذا يعني ما فيها كلام إن شاء الله وبالنسبة لنا إن شاء الله حق الفعالية أو حق حفل تتشين الشركة يوم السبت 23.05 إن شاء الله فيه دعاوي رح توصل حق وزارة الشباب وزارة الدولة الشباب إن شاء الله بإذن الله هذا الشيء بشيء يذكر أنا أستمتع لما أقول ابونا بصباح شيخ سلمان الحمود لأن حتى التعامل مع المذيعين الشباب والمذيعين الصغارة وهذا يكون مختلف يحتضنهم يطبطب على أيدهم كأب وهذه ما هي مجاملة أنا دائما أقول هذا ما أنا مذيع رمادي ولا دبلوماسي والكلمة التي أقولها أحاسب عليها ولساني طويل بس بالحق كلما أخيرة قلبك شاغبك عليها والله أسأل الله يحفظ هالشعب وأسأل الله يحفظ هالشباب وأسأل الله يحفظ هالديرة والوطن العربي ونحن نحتاج معاملة أحسن قليلا ونحتاج أن نتعب على نفسنا قليلا أكثر ونحتاج أن نقنع أصحاب القرار أن نستاهل أنتو تستاهلون وتستاهلون 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 واللي حاب يتواصل مع دكتور زياد أمان ممكن يشوف الانستغرام الموجود عندنا على البار هنا تحت هذا اللي احنا مقدمينا لكم من زين هدية هدوة من برنامج شواب قول وفعل عشان تشوفون لامب سلوشنز إيفنتز دكتور زياد أمان مشكور وائد على تلبية الدعوة وعلى الجاية الكريمة عندنا وورتنا وشرفتنا وخليت آفاق اللمبة اللي موجودة بشيء قول وفعل اتولع شكرا لك والله شرف لي أخوي هاشم تشرفت فيك وتشرفت بالشباب وتشرفت بالدعوة الكريمة هذه وسام على صدري وأصلا يقدرنا إن شاء الله أن نحقق شيء جديد وشيء مفيد وممتع للناس ويكون فيه إن شاء الله أثر مستقبلي على حتى لو أقب عشر ستين بس أهم شيء إن الواحد يكون سوى شغلة للبلد نيم اللي لم تزد شيئا على الحياة كنت زائدا عليها ومن بعد كلام دكتور زياد أمان ما عندنا كلام شباب قولوا فعل فاصل نرجع نتواصل معاكم مرة ثانية من بعد تقرير الديكوريشن الرائع ترجمة نانسي قنقر